التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على موقف مصر الراسخ برفض سياسات التصعيد والاختيالات وانتهاك سيادة الدول التي تنتهجها إسرائيل جاء ذلك خلال لقائه برئيس الوزراء الياباني فوميدو كشيدا في مستهل زيارته للعاصمة اليابانية توكيو للمشاركة في الاجتماع الوزري لمؤتمر توكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد حيث سلم عبد العاطي رئيس الوزراء الياباني رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة مجالة التعاون القائمة والعمل على تطلعات الشعبين المصري والياباني الصديقين من جهته أشار كشيدا إلى أن مصر شريك هام للغاية بالنسبة لليابان باعتبارها دولة إقليمية كبرى تلعب دورا محوريا وهاما في منطقة الشرق الأوسط لا فتن إلا أن بلاده تتابع بقلق عميق تطورات الأوضاع في المنطقة وعرب كشيدا عن تأييد بلاده للجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد واستمرار إيصال المساعدات لغزة استشهد وأصيب عدد من المواطنين إثر غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة وذلك في اليوم الثلاثمائة واثنين وعشرين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حيث أفادت مصادر صحية باستشهاد مواطن إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة المفتي شمال مخيم النصيرات بينما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة وفي السياق ذاته أفاد الدفاع المدني بوقوع عدة أصابات بقصف استهدف منزلا بمنطقة الشيماء في بيت لهيا كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين في قصف من طائرات الاحتلال على تجمع للمواطنين شرق حي زيتون في مدينة غزة هذا وأصيب شاب بالرصاص الحي وعتقل آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس والبلدة القديمة فيها وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز التور وداهمت عددا من المناطق في غدون ذلك اندلعت مواجهات واشتباكات في أحياء نابلس وتحديدا في بلدتها القديمة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة وقعت مواجهات بين الشرطة ومحتجين في جاكارتا يأتي ذلك بعدما حاول حلفاء الرئيس الإندونيسي المنتهي ولايته جوكو ويدودو تعديل قواعد انتخابية وتزامنا مع تظاهر الآلاف خارج البرلمان أعلن نائب رئيس البرلمان صوف ميداسكو التخلي عن التعديل المقترح في هذه الانتخابات المتوقع أن تجري في نوفمبر وقال المتحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن الحكومة تأمل ألا تنتشر معلومات مضللة أو افتراءات من شأنها إثارة الفوضى والعنف صدقت المحكمة العليا الفنزويلية على الفوز المعلن لرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية والتي جارت في يوليو ورفضت نتائجها المعارضة وأكدت المحكمة أن بطاقات الاختراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلة التصويت تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي والذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوة أنه تعرض لقرصانة إلكترونية وهو ما شككت فيه المعارضة والعديد من المراقبين ورياضيا تويجت لعبات المنتخب الوطني للمصارع النسائية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الإسكندرية مرم محمد بالميداليا البرونزية في وزن 65 كيلو جراما ببطولة العالم تحت 17 عاما والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان ونجحت البطلة المصرية في حصد الميداليا البرونزية بعد الفوز على بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة 10 صفر وكانت مرم محمد قد فازت في الدور ثمن نهائي على بطلة تونس بالتثبيت كما حققت الفوز على بطلة تركيا في روبان نهائي وخسرت في نصف النهائي من بطلة الهند لتنافس على البرونزية